اشتركوا في القناة اشتركوا بعدابهم يجيني الافلس و سيدي اعطيت مرادة اخوية في السيارة و كانت معنا اختي خرافة و دقينا عليها و خرجت اسيدة و قلت بصفلها مرادة اخوية لم نريد ان تمثقوا 3 ولسيبونوا لديوا ان تجابوا انتصنوا مرادة اطلال و فقنات اسيدة لقد وضعت هذه الأدعاء والأكاديب الباطلة التي قمت علينا وقالت أننا أخواتنا نتفنها وتكاربسنا عليها هذا كل اللوكي ومن المشينا للدار قلت لأختي الأخرى الكبيرة قلت لأبقى في سيارتي ومشيت أنا وفاتحها زوجة الشرطة ومرأة أخوية وقلت لأخوة وخرجت عندنا استقبلتنا وقلت لأخوة الشرطة فعلا دخلتنا السيارة وأن construirنا نتفهم حولها وعلى رسوء المنان المبتسي أي أنها كانت كشف لأخوة Learning التي تصغيرها مسيلي وهي تقول لها لا تبقى بغانا الروسي بغانا الراجل ديالك هو اللي يدير معي الروسي قالت لي هاللا ممكنش رجلي انا في الشرطة وما كيساليش ودير لي الوكالة صافي وهي تقول لها فاتيحة تيجي بالزوج ديالك يدير مع الزوج ديالك هي تقول لها لا تبقى رجلي رفقة طار بوليسي والمواهم نتخلنا بقى دخلتنا للدار قلت لها انت يا اختياناب لما ندخل لك الصالون قلت لها بسواحة السبرديلة وقلت لها فاتحة داري وقلت لها انتحنا باش نحل السبرديلة وقلت لها كرسي وقلت لها كانت كرمعاف اللي خرق ما بوحد من ميقاش ميقاش بناتهم تناقشوا فاتيحة خرجت فاتيحة ديالك فاتيحة ديالك هي مرات خوية مرات خرجت وقلت لها ما بغتش تقينا فلو سكر نجمشينا لها اساس فلو سكر من يديك مني خرجت مرات خوية بغتدير تيليفون الطاوقة يتناقشوا ما نكذب الطاوقة يتخاص موذكش تبع تناقش تجري فاتيحة مرات خوية خدت تيليفون باش تعيط للراجلها تقول لي را ما اعطتناش فلو سكر ما نقول لك اخوية اقسم بالله العلي العظيم ارى اليوم دنيا واذا موت انا را ما كان كلش والله شاهد علي وانا را موت ضافة في قطاع شبه عمومي والناس كيعرفوني من الموذير الى السيكوريتي مش نشكر لكم راسي كل شيء الحمد لله يقولوا سمعة طييرة مع لينا منين مشات جدا خرجت السيدة طويلة تبارك الله يليده مرات خوية ومريضة ومريضة وحدة مرض القلب في المعودة لكم لا داعي للتكرار هبطتها قصة من بالله العلي العظيم اشتفات عليها وولادها قينا واحد البنت شيرت انا كنقول الحقيقة دا اقسم فمي بالله بنت سيدة بنت سيدة بنت سيدة ضربتها في ديودوران وولدها قيضربها بالايباد للرأس إلا عندها شي داليل بأنني أنا وختي انتفناها تدليبي ودوكل الدعاءة التي تقول عندها وعندها 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 لا عندها شي حاجة لماذا؟ حيث نهارا مشينا عند نائبة سيد الوكيل نائبة سيد الوكيل قلت لها بوحد السيدي قلت لها قلت لها هنا عندي الدليل قلت لها دليل اني قلت لها وقلت كم تدريبا انا لا ضربتك انا كنت نرى انها تهدئ من الوضع لا اقل لا اكثر صافي انت فتحي انت فتحي هذا ما لديها وهذه سخفات مرات أخوية من سخفات عيدتنا لأخوية قدرها مراتك سخفات وذاك شيء ما جاء متحاجر قلنا جاء البوليس مني جاء البوليس هذه سخفانة مرات أخوية سخفانة وهي قصمان بيلا تدخلت للدار ولبسات العباية ديالها ودارت الماكياج عقل على راسها قصمان بيلا العلي العظيم وركبت في الفارغونيت عند البوليس وكينا الكاميرا ديال البوليس والبوليس رفيت مدلي بأنها طلعها هي صحيحة في الامبيلونس القتالي جاءت الامبيلونس مرات أخوية اللي طلعت فاقدة الوعي وهي ما عرفتش كيفاش هذي قصيدة قلبيت علينا كل شي دارت في راسها هي الضحية ومن أشد أنواع الظلم وهو لما يدعي الظالم بأنه مظلوم ويتهم المظلوم بأنه ظالم ها ديرا متسرطاتش لي وعمرني ما تضلمت في حياتي في حالة السيدة أشغانقول لك الله ياخد فيها الحق هاتشي اللي عادي نقول أخوه حسبي الله ونعم الواكل كلمتي أخيرة شفويسي تقول كلمتي أخيرة بغيتها ما تبقاش طاغية في هذا الظلم وزيدة في هذا الظلم ونهار فاشمشينا أما قلت شكو حد الكلمة فاشمشينا احنا ديرا نحنا كنعرفون النفوذ قصمين بالله ما عندنا غير الله سبحانه وتعالى هاتشي اللي قلت لنا عندنا جريوا طوالكم قالت المرات أخوه جريوا طوالك التي وراجلك وهذاك البوليسي لما يحشمش سوف نحيد لي اللبسة قصمين بالله العلي العظيم هاكو قصمين بالله العلي العظيم سكت كنحان فتا بحيد هذه اللبسة وحشومة وعيب وعار وهي اللي قالت المرات أخوه عندي سوارة المحكامة جري طوالك وهذا الشي اللي قلنا اخوي انا دي ما نقول اذا شكرا لك لها التوضيح ودائما لها التصريحات كما دائما ننبيه لأولوان نقدر نقول لجميع المواطنين وجميع المواطنات لكل متتبعي الكرام بدائما عبرها جريدة أصوات بأن حق الرد مكفول وأي واحد بغى الرد فمرحبا بالجميع بغيت نقول واحدة كلمة مرحبا سيتا انا ديرا واحد العملية لعلى العمود الفقاري عندي دوب الارمدسكال بليسكانال لامبغ أتخوا واشيع قلسيدي لانني انا نضربها انا مكن هشتجوش كيلو اقسم فمي بالله وانا انا سنوريك بلليلك بأنني ديرا عمليه لالعمود الفقاري ديرا عمليه لالعمود فقاري راع دوب الارمدسكال بليسكانال لامبغ أتخوا وشانا عبيل الدابس معانا ما كان يجتج مشكلون الدابس رحشومة رعيب عار أنا كان أعطى واحدة لسالة كان أقول لك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعملوا الضالمون حذار يا السيدة متقيح طلمي الناس رعيب عار طلمي الناس لأنه كما يقول الناس أنا مش بعيني ولكن الناس مقربين لها وناس يعرفوها بأنه دارت بزيب دير الظلمات رح رام طلم الناس دلمت الناس في برشيد دلمت الناس في مدينة السفاس وعندها صوابق ما كتحيتش من المحكمة شكرا لك شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك